وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 408 قضايا تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 149.5 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 22 طن مواد غذائية وغير غذائية أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 127 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 614 قضية من بينها 180 قضية خبز ناقص للوزن و188 قضية خبز غير مطابق للموصفات أما في مجال ضبط مخالفة التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 12 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 185 طن أقمح محلية